كيفية تطبيق عملية الجوين وهي عبارة عن ربط البيانات قبل عملية الربط أو الجوين يجب التأكد من أن هناك قاسم مشترك في الفيلت بين الجداول التي سيتم ربطها في هذا المثال سنقوم بعملية ربط لجداول وبيانات ملف الأونر مع جداول وبيانات ملف الشير هولدرز نقوم بإضافة الملفات ملف الشير هولدرز أيضا نقوم بإضافة ملف الأونر نقوم الآن بتصفح البيانات والجداول للتأكد من أن هناك قاسم مشترك بين ملفين نقوم بالنقر على ملف الشولدر النقر بزر فار الأيمن واختيار الأمر اوبين أيضا نقوم بالنقر على ملف الأونر النقر بزر فار الأيمن واختيار الأمر اوبين نلاحظ أن هناك قاسم مشترك بين ملفين يتمثل في كولوم الأون عيدي الآن سنقوم بعملية الربط ننقر بزر فار الأيمن على ملف الشير هولدرز ونختار جوينز عن ديليت وننقر على الأمر جوين في هذه الخطوة سيتم ربط بيانات ملف الأونر ببيانات ملف الشير هولدرز من الخيار الأول نقوم باختيار الفيلدز الذي يمثل القاسم المشترك في الملف الأول وهو الملف الشير هولدرز نختار الفيلدز أون عيدي من الخيار الثاني نختار الملف الذي سيتم ربط بياناته بالملف الأول ومن الخيار الثالث نقوم باختيار القاسم المشترك في الملف الثاني وهو الأون آي دي ننقر على الأمر أوكي ولعملية التأكد من نجاح عملية ربط بيانات الأونر ببيانات الشير هولدرز نقوم بفتح ملف الشير هولدرز وذلك عن طريق أن نقر بزر الفأر الأيمن واختيار الأمر open نلاحظ أنه تم ربط بيانات الأونر ببيانات الشير هولدرز ترجمة نانسي قنقر